هل بالفعل الأخطبوط نزل من السماء ولم يخلق على الأرض؟ وهل صحيح أن عدد الجينات في خلايا الأخطبوط أكثر من الإنسان؟ وما هي الدراسة التي فاجأت العلماء ونشرتها مجلة الطبيعة؟ حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة انظروا معي إلى هذا الكائن العجيب انظر أخي الحبيب تأمل الدقة في مخلوقات الله سبحانه وتعالى انظر إلى هذه الأرجل الثمانية وهذه المصاصات الأخطبوط يرى بأرجله هناك خلايا ضوئية هنا حساسة تستقبل الضوء وتعالج هذا الضوء وخلال جزء صغير من الثانية يقوم الأخطبوط باتخاذ القرار المناسب هذا الأخطبوط يستطيع أن يغير لونه فهو عبارة أشبه بطابعة ثلاثية الأبعاد يأخذ المشهد من حوله ويصنع مثيلا له ولكن يتفوق على أي طابعة اخترعها البشر مليارات المرات وليس مئات المرات لديه قدرة هائلة على التخفي لذلك يعتبرونه ملك التخفي في الطبيعة لديه ذكاء هائل في بناء البيوت في الاستياد في الاحتيال على رزقه هذا الأخطبوط أخي الحبيب له تصميم فريد من نوعه جعلت أحد العلماء كما سنرى بعد قليل يقول هذا المخلوق لم يخلق على الأرض لأنه يختلف عن كل الكائنات بل نزل من الفضاء جاء من الفضاء الخارجي انظر معي أخي الحبيب أريدك فقط أن تتأمل هذا التصميم المبهر انظر إلى هذه الأرجل التي تنتهي بنهايات دقيقة وهو طبعا مرن جدا يستطيع أن يدخل في زجاجة يدخل في صدفة يتشكل الطريقة التي تخدم مصلحته إذا مر من فوق صخرة تقوم الخلايا الموجودة على سطحه بنسخ صورة عن هذه الصخرة يقوم الدماغ بمعالجة هذه الصورة يعطي أمرا للخلايا أن تشكل لوحة ثلاثية الأبعاد تشبه هذه الصخرة فتجده يجلس على الصخرة ولا تميز بينه وبين الصخرة هذه سبحان الله وهو يفعل هذا الأمر منذ مئات الملايين من السنين يفعله بشكل تلقائي اليوم أنا أحب أن أتأمل هذه الدراسة العلمية التي نشرت على مجلة نيتشر لها 33 ألف بروتين داخل الشفرة الوراثية وهو أكثر بكثير من ما لدى الإنسان طيب بالمنطق أنا أريد أن أناقش الآن نظرية التطور التي تقول كلما ارتقينا في الخلق يزداد التعقيد ويزداد الإتقان ويزداد كذا 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 طيب هذا الأخطبوط معروف أنه وجد على الأرض في أعماق البحار قبل مئات الملايين من السنين والإنسان لو اعتبرنا أن عمره مليون سنة لو اعتبرنا ذلك فالأخطبوط أقدم منه بكثير يعني هناك مراحل كثيرة من التطور لماذا هذه الشفرة المعقدة التي تتفوق على الإنسان لم تتطور حتى تصل الإنسان وتصبح أكثر تعقيدا يعني لماذا إذن هذا الكائن يضرب نظرية التطور تماما فهذه الدراسة تظهر التعقيد الهائل في تصميم هذا الكائن في جيناته في آلية عمله في ذكائه في قدرته على التخفى في كل شيء سبحان الله يعني والله أيها الأحبة لابد ونحن نتأمل هذا الكائن أن نتذكر قول الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء كل شيء متقن انظر معي أخي الحبيب هذه الدراسة من مجلة نيتشر الطبيعة هذا هو الأخطبوط طبعا وهذه هي الخريطة الجينية المعقدة فيها أكثر من 33 ألف بروتون ومعظم هذه البروتونات غير مكتشفة حتى الآن لأن العلماء حتى الآن لم يكتشفوا الآلية الدقيقة للتخفي عند هذا الكائن ولكن وضعوا عدة نظريات أما الحقيقة لم يصلوا إليها بعد سبحان الله طبعا موقع سينس وولد ريبورت هذا الموقع يقول فيه الباحث أحد الباحثين البريطانيين مارتين ويلز طبعا توفي يقول إن الأخطبوط كائن فضائي وبهذا فإن دراستنا هي أول وصف للتسلسل الجيني لكائن فضائي لأن هذا الباحث درس العديد من الكائنات الخريطة الجينية مثلا للإنسان لبعض الكائنات الحياة ولكن عندما رأى خريطة الأخطبوط الجينية وجد أشياء مذهلة غير موجودة في أي كائن آخر في جامعة شيكاغو يقول العلماء إن التسلسل الجيني للأخطبوط مليء بما يسمى بالجينات القافزة ما هي الجينات القافزة؟ هي جينات قادرة على إعادة ترتيب نفسها في سلسلة تخدم هذا الأخطبوط وحتى الآن كما يقول الباحثون في جامعة شيكاغو دور هذه الجينات القافزة غير واضح حتى الآن يعني الأخطبوط يستطيع أيضا أن يتحكم بجيناته الإنسان لا يستطيع ذلك الأخطبوط لديه قدرة في التحكم بهذه الجينات وتغييرها أيضا شيء مذهل والله أيها الأحبة طبعا هذه الدراسة تقول إن جينات الأخطبوط تمتلك نفس صفات وميزات جينات الحيوانات اللافقارية ولكن أعيد ترتيبها بشكل كبير وكأنها وضعت في الخلاط يعني مغزى هذا الكلام أن جينات الأخطبوط مختلفة في بنيتها وترتيبها وتسلسلها وقدرة هذا الكائن على التحكم فيها نستطيع أن نستنتج من هذه الدراسة أيها الأحبة عدة نتائج أولا أن هذا الكائن كما يقول العلماء لم يأتي نتيجة التطور الطبيعي كما يقولون هو لا يوجد تطور طبيعي هو تطور إلهي الله هو الذي يخلق ويغير ويطور وليست الطبيعة طبعا لماذا خلق الله الأخطبوط هذا السؤال ماذا سنستفيد منه هذا الكائن أخي الحبيب وضعه الله كدليل وبرهان على قدرة الله في الخلق ليقنعك أيها الملحد يقول لك آمن هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه كل هذا من رحمة الله بنا نحن البشر أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق آيات ودلائل سخرها لنا قال سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقومي يتفكرون فسخر لك هذا الكائن لتتفكر وتنظر وتستيقن أن هناك إلها عليما حكيما خبيرا هو الذي خلق الكون وهو الذي خلقك فينبغي أن لا تتكبر وينبغي أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى كما قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق